على هامش لقاء خصيص لتقديم تقرير للملاحدين الفرنسيين أعضاء جمعية النهوض بالحقوق الأساسية حول ظروف سير قضية جديميزيك أكد النائب الفرنسي فرانسوا غوديديي أن هذه القضية صارت وفقاً للمعايير الدولية لقد أثبت المغرب قدرته على الخوض في هذه القضية بالرغم من السياق السياسي الذي يطبعها كما أن المملكة أثبتت بأنها دولة الحق والقانون وأنها قادرة على قيادة قضية عادلة ومنصفة هدفها الأسماع هو السجلاء الحقيقة والحكم تبقى لمقتضيات القانون في الأفعال الفضيعة التي ارتكبها المتهمون والحكم عليهم فيما نسب إليهم بمنأن عن الاعتبارات السياسية والإديولوجية وقد سجل التقرير أن المصطرة التي تم اتباعها في قضية جديميزيك وفرت كافة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التي تمنحها دولة الحق والقانون لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان